تاني حاجة نعلم أولادنا أن الأرض كالعرض والعرض مش بنفرط فيه عشان شوية مصالح سينة أرضنا ومصر معنانا لأنها هي المعنى اللي بيربطنا بمولانا سبحانه وتعالى علم أولادكم من الوطن قيمة ومعنى وخليهم يعيشوا ده بكل ما في المعنى من حقيقة تالت حاجة اللي هم عاوزينه في الوقت ده أنك تفقد اليقين من مدد رب العالمين إياك تخرج بالمعدلة وتخرج من هذه الأزمة وانت خرجت ربنا من معادلة ربنا ما بيخرجش بالمعدلة ربنا هو اللي بيخلق المعدلة يعني ايه؟ يعني كل المعدلات اللي انت حاطتها ربنا هو اللي بيخلق المعدلة ربنا هو ربنا حتى لو الشيطان وشركاؤه اغتسبوا الأرض وعاشوا بلا إنساني وفقدوا المعاني وفقدوا الأخلاق الله هو الله ولا ننصرنا الله من ينصره وإحنا ننصر الله ننصر ما يحبه الله الأخلاق والقيم وذلك ليس بأمانيهم مش بأمانيتهم على فكرة هم يتمنوا زي ما هم عايزين ولكن والله من ورائهم محيط خلاص قضي الأمر الله من ورائهم محيط يقننا إن احنا من أهل المدد وإلا ما كانش ربنا سبحانه تعالى جعلنا من أهل المدد ده كله أرض فيها تجلي وبلد محروسة وبلد بتنتصر فأول ما بتنتصر بتقول الله أكبر بسم الله فإحنا غرقانين في نعم ربنا إحنا في مدد ربنا فما حدش يخوفنا رابح حاجة إياك تتوقف عما أقامك الله فيه الشيطان عايزك تعمل إيه؟ يرهبك ويحبطك عشان إيه؟ تقف عن التعمير وتقف عن الإنتاج لا 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 المرابطين بيعيشوا حياتهم يرابطوا شوف أخوانا كده أهل العزة وغزة بيشربوا الشاي في البيت المهدود فما بالك أنت عندك عمران وعندك حصن اسمه مصر لازم الحصن ده يستمر في التعمير إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنوا والمشهد العجيب اللي إحنا لازم فيه إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها إحنا نفضل بنعمر عارف ليه؟ أنا أقول لكم حاجة أنا أحب دايماً المشاهد الرمزية يعني مرة في فيلم قالوا له البسوا من موه عشان بيخافوا منه البسوا العمران عشان بيخافوا منه البسوا التعمير لإن الشيطان وشركاء بيخافوا من التعمير قوي كل ما تلبسوا التعمير هيعرفوا إن أنتوا متمسكين بقوة العلي القدير كل ما تعمروا كل ما يعرفوا قيمة الرجال اللي في البلد دي غيرنا لو تعرضت الربع اللي احنا تعرضنا له ما كانتش يقدر يقف على رجله بس عنا رجالة وقفين بمدد ربنا سبحانه وتعالى على رجلنا وهنفضل على طول واللعبة اللي بلعبها الشيطان وإبليس والكيان إنه يظهر مبتسم وقوي وهو في بيت العنكبوت احنا شايفينه في بيت العنكبوت على فكرة وإحنا عالفين كويس جدا 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 بيت العنكبوت ده إنه أهوى للبيوت والله سبحانه وتعالى رزقنا إن احنا نعمر ونشهد مدد ربنا لنا ونمشي والله سبحانه وتعالى لا يتركن أبدا وحدنا بل هو مددنا وسندنا وهو الذي يفتح علينا كل النعم وذلك احنا نبذل ونظل نبذل الولد يصحى الصبح والناس يصحى الصبح بسرعة لأعمالها لأنها بتنفذ مراد ربنا هو أنشأكم من الأرض واستعماركم فيها ترجمة نانسي قنقر